ما هي الأرحام التي تجب الصلتها؟ وهل وسائل التواصل كالواتساب تعتبر من الصلة؟ الأرحام التي تجب الصلتها محل خلاف بين أهل العلم والقول الراجح أنهم المحارم وضابط ذلك أنك لو افترضت أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يجوز له أن يتزوج بها فيشمل ذلك الوالدين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والإخوة والأخوات كما كانوا أشقاء أو من أب أو من أم والأعمام والعمات والأخوال والخالات هؤلاء تجب صلتهم ويأثم الإنسان بترك صلتها من عداهم تستحب مثلا أبناء الأعمام تستحب لأنك لو افترضت أحدهما ذكر والآخر أنثى جازل وإذ زوج بها تستحب ولا تجب أبناء الأخوال تستحب ولا تجب أبناء الخالات تستحب ولا تجب والدليل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لأن هذا الجمع مضنة لقطيعة الرحم قطيعة الرحم محرمة لكن لم يهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع بين بنات الأعمام ولا بنات الأخوال ولا بنات الخالات فلو كانت تجب صلتهم لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بينهم هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وأما قول الأخ السائل هل وسائل التواصل كله السعبت تعتبر من الصلة؟ نعم تعتبر من الصلة لأن ضابط صلة الرحم المرجع فيه للعرف ما عده الناس صلة فواصلة وفي وقتنا الحاضر وجود مثلا مجموعة على الواتساب يدخل فيها الأرحام ويكون فيه تواصل معهم وإلقاء التحية عليهم وتهنيئتهم في المناسبات وتفقد أحوالهم وإرسال المقاطع المفيدة في هذه المجموعة هذا يدخل في صلة الرحم لأن صلة الرحم المرجع فيها للعرف